مليون مفقود في العراق أحصائية جديدة كشفت عنها اللجنة الدولية لشؤون المفقودين والتي صنفت العراق بأنه الأول على مستوى العالم في أعداد المختفين مديرة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين كاثرين سيسكي قالت إن في العراق اليوم ما بين 250 ألفا إلى مليون مفقود منذ حربي الخليج الأولى والثانية ومرحلة ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 الأحصائية الجديدة للجنة الدولية توافقت مع آخر تصريحات منظمة الصليب الأحمر التي أشارت لكون العراق قد تصدر دول العالم بأعداد المفقودين وليس ببعيد فقبل أقل من شهرين فقط كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن وجود ما بين 250 ألفا إلى مليون مخفي قصريا داخل العراق وذكرت المنظمة أن هناك احتجازات سرية في العراق دون الإجراءات القانونية الواجبة متهمة قوات الإمن الحكومية ومليش الحجد بإخفاء عشرات الأشخاص أغلبهم من الذكور ومن بينهم أطفال في التاسعة ضمن إطار ما بات يطلق عليه عمليات مكافحة الإرهاب وبما أن الحديث عن مخفيين واحتجازات سرية فسيقودنا الأمر لحتمية وجود سجون سرية منتشرة في أنحاء البلاد ورغم سريتها فبالإمكان أن تتسعى الاحتجاز آلاف المعتقلين داخل بيوت ومعسكرة خاصة بحسب النائب عن محافظة بغداد كامل الغريري الذي رأى بأن حل هذه المشكلة يكمن بتدويلها في ظل إهمال متعمد من قبل الحكومة لكشف عن ملابسات ما يجري حاليا عدد المخفيين الهائل في العراق لا يدعو بالضرورة أن يكون جميعهم ما زال على قيد الحياة وأن كانت مدة إحصائهم تمتد لنحو 25 عاما مضت إلا أن نهج الحكومات ومعها من أجنحة مسلحة جعل العراقيين يتيقنون بأن من اختطف من أبنائهم سيكون مصيره تحت التراب بعد أن تكفلت الميليشيات بعمليات التطهير العقي والطائفي المتواصلة منذ 15 عاما